الشرح يتحدث الشاعر في القصيدة عن حرارة شوقه إلى موطنه حيث يعود إلى الوطن راجياً أن يسترجع ذكريات صباه وهو يعود لوطنه حاملاً هدية تتمثل في حنينه وحرارة أشواقه التي نشعر بها من خلال أبيات قصيدته حيث يقول إنه جاء ليلعب ويلهو ويفتش عن ذكرياته القديمة التي يعيش معها حالة من النشوة وهو يمر على الشاطئ فيتخيله غافياً فيوقظه ويتحدث معه ليسترجع معه ذكرياته القديمة والشاعر قد ارتحل إلى العديد من الأماكن والبلدان فلم يجد بغيته ولا راحته إلا في وطنه وهو متعلق بوطنه أشد التعلق ما بين خليج يقربه ويناديه بصوت دافئ وبين ذات الشاعر الممتزجة فيما بينها وبين الطبيعة كما يتذكر جيداً أغاني الملاحين وما يعقبها من أغاني الغوص في وقت السحر وامتزاج الأفق مع الشراع الذي يعانقه فيؤثر في فكره والشمس أيضاً بكل أشعتها المحرقة خفت حرارتها وهو ما تبقى في ذاكرته عنها وهو الآن أكثر تعلقاً بوطنه فقد زالت كل المسافات بينهما وأصبح الوطن قريباً من عينه ومن قلبه وهو يدعو الله أن يصون وطنه من الأعداء وأن تكون له دائماً الغلبة وهذا الوطن هو أصل اللهجات العربية الأصيلة لشبه الجزيرة فلم يتأثر لسانه نتيجة اللكانات المختلفة التي وردت عليه وهذا الوطن عرف عنه الكبرياء والعظمة والاعتزاز بالنفس فلم ينحني أبداً دهر مهما كانت الأقدار والوطن العربي يقدس لغته العربية وهي لغة القرآن الكريم التي لا بديل عنها فهي لغة الحياة والعبادة والعلم ولذا فهو ينام ويصحو على تلك اللغة الخالدة